عدوان على قطاع غزة وآخر في الضفة الغربية المحتلة لم تختلف فيه بشاعة الاعتداءات على المدنيين عن العزل داخل مدن وبلدات الضفة المختلفة يواصل الاحتلال هجماته بالغارات والمسيرات والمدرعات يهدمون المنازل والبنى التحتية ويعتقلون العشرات يهددون وينكلون وحتى يسرقون ولا يتركوا مكان دخلوا فيه إلا وخرجوا منه مخربين ففي جنين ومخيمها تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها بقوات كبيرة تجري عمليات تفتيش وتنكيل واحتجاز للأهالي الفلسطينيين وفي مخيم الفارع للاجئين بمحافظة طباس نفذ جيش الاحتلال مداهمات في المنطقة وشنوا عدة هجمات أصفرت عن استشهاد وإصابة عدة فلسطينيين خربوا بنية تحتية كثير في المخيم جرفوا شوارع جرفوا بيوت أجزاء من البيوت قصفوا بيوت العبادة وهذا أكثر شيء عز علينا وأبكينا بيوت العبادة ندمروها هذا أكثر شيء عز علينا مشاهد مأسوية مشابهة تواجهها عدة بلدات في الضفة الغربية بعد عمليات موسعة لجيش الاحتلال وكأن الظلام الذي غرقت فيه غزة يلقي بظلاله على الضفة